وما زلنا مع أسك ردوة وقصر ردو يو بس على فيسبوك تعرفت على شخص ربنا يا كرمو من عيلة غنية جدا احنا مش من عيلة غنية هو حاب يساعدني علشان بابا بيخسل كلا وقال لي ان انا هعمله زرع كلا على حسابي وانا مش مصدقاه ومش عارفة اعمل ايه وخيف اصدقه واتصدم فيه راجل رادد عليها راجل رادد عليها بيقول لها ما تصدقيش بالكلام صدقي بالافعال حقيقة كفاية نصدق رجالة بتعرف تتكلم تعالوا نحب رجالة بتعرف تتصرف الشخص اللي قال الراجل يتعرف من كلمته او الراجل بيطربت من كلمته ما اكذبش لان الراجل كلمة عايزة تعرفي الراجل اللي قدامك بيحبك ولا لا اتعرفي عليه من خلال افعاله مش من خلال كلامه كلنا بنعرف نتكلم وكلنا بنعرف نثبت وكلنا بنعرف نقول انا بحبك انت وحشتيني انت املي انت حياتي انت مرات المستقبل انا مش شايف غيرك كل اللي قابلك حاجة وانت حاجة تانية وانا وكلمت اهلي عليكي وانا وهحاوش واجي وتقدم وهتجوز والعيال هتسمي يوم سوسوتو تموتو وانا عايزة اخلف منك داستا يبقى كلهم شبهك الكلام سهل الفعل صعب عايزة تتأكدي ان الراجل اللي قدامك بيحبك ولا لا شوفيه بيتصرف معاكي زي رجولة اهتمام اكشنز زي ما بيقولوا الاكشنز دي اللي هي التصرفات التصرفات دي ساخيري انكل عايزة تجوز بنتكو هذا الشاب انتي هتقول يوت فاطر اعمل العملية لو انت عايز تقف جمبي ويه في جمبك يبقى راجل ورجولة ومية مية وكفاءة ما وقفش جمبك سلام عليكم يا ردو عليكم السيد واحدة وكاته لا عندي مشكلة انا افكر في شخص كتير ولا اعرف السبب وهو ما قاليش اي حاجة ما قاليش ان هو بيحبني وواضح ان هو مش بيحبني وانا مش عارفة ايه في حاجة اسمها التعلق التعلق والتعلق دا انا بيبقى عندي فكر هنا انا بتعلق بفكرة والفكرة دي بطبقها على المواطن اللي قدامي حتى لهو يا حبيبي ما تكلمش يعني هو حتى لو ما بيحبنيش انا متعلق بيه انا متعلق بيه عشان هنا فيه فكرة ان انا متعلق بيه ليه بقى فيه فكرة متعلق بيه قد يكون اب مش موجود اب مطلق اب ميت تفكك اسري عندي مشكلة في البيت ولقيت الراجل دا بيتصرف التصرف دا فحسيت ان هو دا اللي هيعوضني فبتعلق بيه كده اوتوماتيك ليه كده خبط لازل اضرابي فرامل وبتدي فكري ما بيقى عن نفسك هل انت بتحبيه ولا متعلق بيه ولو متعلق بيه متعلق بيه هل بابا مطلق ماما عشان متعلق بيه هل بابا حبيبي ربنا يرحمه متوفي فقساب لي فراغ فانا لقيت هذا الشاب بيتصرف زي ما كان بابا بيتصرف هل بابا وماما طول وقت بيتخنقه في البيت وده هادي الطبوع فده اللي انا محتاجاه فكروا يا بنات فكروا بعدوا بعدوا اشمعنا احنا كبنات وستات المفروض نتعب ونخطط ازاي نحافظ على الراجل اللي في حياتنا حلو قوي للجملتين دول وكل التوعية والنصائح موجهة لينا وهم ليه ما يتعبوش علشان يحافظوا علينا واحنا نتعب بالسهل ونخطط ما هو ده اللي انا بقالي 3 سنين في البرنامج بقوله وفيه ناس بتزعل منه انا بقول انه الراجل المحترم يستحق الاهتمام الراجل المحترم يستحق الرعاية لكن ما فيش اي راجل في الدنيا يستحق التخطيط ما فيش اي راجل في الدنيا يستحق نقول عليه ده لقطة ليه لقطة حبيبي عنده 3 ركلين و3 ايدين ليه لقطة ليه لقطة ليه اصبر ليه أصبر على الراجل ميديقني ما هو ده أنا بقوله بقية 3 سنين الصبر والحنية والفرص والاهتمام دول بيجوا بعد مرحلة اسمها الإثبات إن الشخص اللي قدامي يثبت إنه جدير بيا فلما يثبت إنه جدير بيا أهتم وسامح وحافظ وقرهى وحب لكن عشان هو يوصل للمراحل دي مش هقولك لازم يتعب يا ستي مش هقولك لازم يتعب بس لازم يثبت إنه جدير بحبي وجدير باهتمامي وجدير إن أنا أكون زوجته زي ما هو بيقول أنا هخليكي تبقى مراتي طيب أنا كمان يا حبيبي خليكي تبقى جوزي ولا أنت هتجوز بنت خلتي وأنا مش عارفها فما فيش راجل لقطة الراجل اللقطة ده فكرة مش ما موجود هو راجل لقطة وأنا كمان بنت لقطة إنسي كمان بنت لقطة سيبرايز مفادقة فبالتش والنبي نقعد نخطط ونزبر وأصله هو بيعرف علي أصله هو مصاحب واحدة معايا في الكولي أنا مش عارفة إيه موضوع مصاحب بها لأن الكلمة دي بتعصبني ومتستفزني وأنا اتكلمت فيها قبل كده فمش هتكلم فيها تاني ومعايا واحدة في المدرسة ولا معانا في الكولي وبدري قوي أنا عملا أخش الموضوع أخري موضوع بس بدري قوي بس ماشي يعني أنا بحاول أجبها لكم منتهى الشريكة خلي بالكم فأصله هو مش واخد باله مني إن شاء الله عنه ما أخد باله حقيقي والله لأنه هو لو ما أخدش باله في الأول مش هاخد باله في التاني ولو هياخد باله في التاني حتيجي كده يعني حيب هو بيتفضل عليك إنه عارفك لأنه هو عارف إنه هو عجبك واخد بالك أنت معايا مركز أنت معايا أنا عشايفاك وعرفاك طيب دي أرناه أرناه ياه ردوة أنا بعتق القصة دي وبجد محتاجة أنك ترضي حاضر يا حبيبتي أنا بحبك أنا كم بقى موت فيك بتابعك بقى طيب أوكي فين المشكلة طيب أنا عندي مشكلة ومش عارفة إيه الحال هو كمان بيحبني بقى لنا خمس سنين ماشي أدي واحدة خمس سنين هو بيحبني جدا بيخاف على زعلي ومش بيهني ومحترم جدا معايا ومش بيقول أي حاجة تدايقني اتقدمني ثلاث مرات وأهلي رفضوه مع إن أخويا مش عارف إيه يكلم ماما دلوقتي هو قال لي حاجة أتقدملك تاني بس ما بيتقدمش أنا وكلمت بابا بابا كاره ده المضوع كبير وهي خايفة إن هو ما يتقدمش تاني هنا حلك حبيبتي طالما لدنيا مقزمة قوي كده ودايما حفظة لأقولها ربنا ربنا أنا بلجأ لربنا أنا ردوة بلجأ لربنا أنا معنديش أسك ردوة معنديش أسك ردوة معنديش أسك حد أنا عندي بلجأ لربنا الاستخارة يا جماعة الاستخارة عارفين يعني إيه استخارة؟ يعني أنا بقول لربنا أنا مش عايزة اختار اختاري ما هو إحنا في حاجات مخيرين فيها وفيه حاجات مصيرين فيها يعني فيه حاجات اللي انت بتتحاسبي عليه وفيه حاجات مكتوبة عليك حطيها في ضمن الحاجات المكتوبة عليك انا بستخيرك يا ربنا بستخيرك ارجوك يا رب اتوسل اليك حياة حبيبك المصطفى سيدنا محمد عليه وابدى الصلاة والسلام اختر لي يقوم يحصل ايه فجأة فجأة هتحسي بايه يا فتاح عليك واهلك وافقه وابوكي قالك هتيه والولد جيت قدم ومش عارف ايه انا هنا لا يلومه لان هو جيت قدم هو جيت قدم حبيبي فخلاص هو كده عمل دوره واترفض خلاص قد يكون اهلك عندهم حق وقد يكون لا يحصل ايه بقى خالق الخلق خالق العباد روحيله بقى توقع على بابه وليله انا مش عايزة بقى هنا اختار اختار لي خطيبي ما بيهتمش بيا ولما قولوا ليه كده بيقول لي انا ما بعرفش اهتم بس لما تيجي عندي انا ههتم اديكي عندك فين تيروح عنده فين ههتم بيكي وده اللايك لا لا اه فهمت بعد الجواز لا ابسلوت يا ماما ما فيش الكلام ده بص يا حبيبتي فترة الخطوبة دي هي اكتر فترة بيبقى فيها بالبلد دي كده السهتنى والحوت والتريفونات لحد الساعة ثلاثة اربعة الصبح ومعادي السينما اللي احنا بنضربه من وراء اهلنا واحنا مخطوبين علشان اقول لهم ان انا عندي درس ها عشان اعرفاكم اعرفاكم وكده وجدا ووعد اتكلم من وراء ماما من وراء بابا وما بحبك قوي وحشتيني وورد وكده واقول لهم عندي درس واضرب فلوس الدرس عشان نروح هجيب له ورد وهو يضرب بمصروف مش عرف ايه عشان يعمل لي ايه ولا يحوش لو كل ده حبيبتي ما عصالش فترة الخطوبة انا عايزة اقول لك خبر مش لطيف بديكي هذا الخبر وانا كنت ست منتزاوكة وعارفة الخطوبة احلى حاجة في الجواز طبعا بعد العيال ها شدقيني الخطوبة ده مرحلة زي بيقولوا اللافلافا اللافلافا والكده والهايمنة بعد الجواز مسئولية جدا وتركيز جدا ورعاية جدا ومودة الحب ها مودة مودة ورحمة فنبقاش فيه سهتنا عشي كوتيموتي وبوتيبوتي وكوتوكوتو وحبيب قلبي وحبيب مامتي وبيبي وكاها بيبي بايش في بيبي هونز فلو ده ما حصلش قبل الجواز خدي خبر ده ده مش هيحصل بعد الجواز absolutely مام للأسف الشديد وقت أسكرادو اسأل ردوة خلص الآن لكن لو وفرنا شوية دقايق في نهاية الحلقة ان شاء الله نطلع بأسكرادو لاننا شايفك عدد المشاكل كتير جدا على الصفحة وجوه في الماسنجر دلوقتي بقى هنطلع لعرض أزياء وبعدين نرجع لكم منها بس قبل ما نطلع العرض الأزياء ده كان في كايو أو يسمى كايو فاشن شو كان في حضور عظيم وفنانات كتير وبرانز كتير جدا قيل نطلع نشوفه ونرجع لكم منها وبس ترجمة نانسي قنقر